أروح بسرعة لأخبار النادي الأهلي اللي النهاردة كان بتأكيد فيه أخبار مهمة في النادي الأهلي طبعا بالأمس كان فيه راحة سلبية للاعبين بعد العودة من معسقر أسبانيا نهاردة أول تدريب للفريق استعدادا للمرحلة القادمة استأنف الفريق تدريباته النهاردة على ملعب مختار التيتش بعد العودة من أسبانيا خض معسقر قوي في مدينة أليكانتي في أسبانيا ولعب سلاسة مباريات تودية لكن غدا فيه مباراة ودية أمام نادي البلاستيك في الساعة السادسة مساء استعدادا لمواجاتي المقاولين العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز مرت اللاسارتي بيكتمل مع الجهاز المعاون قبل المران المسائي جلسة كانت تحضيرية النهاردة لمرت اللاسارتي مع الجهاز المعاون لمناشد برنامج الإعداد لمواجاتي المقاولين العرب والزمالك خلال الفترة القادمة بعد العودة من أسبانيا لاسارتي بتسلم تقرين على حالة اللاعبين المصابين محمد محمود سعد سمير كريم ندفيد شريف إكرامي بالإضافة الرمضان صبحي اللي اشتكى كده من الألام خفيفة في العدلة الضمة الجهاز الفني بيطبين على حالة رمضان صبحي النهاردة في المران المسائي وزا ما قلتلكوا فيه بداية الإنترو أليو ديانج النهاردة كان موجود في الأهلي بعد انتهاء الكشف الطب اللي خضع ليه زهر اليوم وظهر فيه التدريب بعد توقيعه بشكل رسمي لعقد مدته خمسة مواسم اختبارات الناشئيين بتتوصل اليوم الخامس وخلال الفترة القادمة فيه اختبارات ان شاء الله لموريد 2008 و2009 و2010 بدأت من النهاردة الخميس